السلام عليكم السلام عليكم و اعطوا اخباركم و اعمليني يا رب خريد اعمال معكم اسلام فايد في فيديو جديد النهاردة معنا الشرح كامل ان شاء الله لتفعيل الدبوكار الجال اخيرا خطوة مهمة جدا جدا عارف ان احنا مرينا مع بعض بحاجات كتير عارف ان احنا تعبنا مع بعض عارف ان في ناس مستنية بقالها كتير جدا جدا تعديلة لجهاز البليستيشن فور انا بحوالها هد الرتم بتاعها على فكرة بالكلام رغم ان انا من جوايا متحمس جدا جدا طيب احنا دلوقتي النهاردة بس عشان قبل ما نخش في التفاصيل النهاردة الخطوات اللي انا هعملها دي لسوفتوير 11 والناس هتقولي خلاص نرفع السوفتوير وبنسبة 90% خلاص انت هترفع السوفتوير بتاعك ولكن استنى وتقل برضو خليك زي من انت والناس اللي على سوفتوير 11 ممكن تجرب وتفعل الدبوك على الجهاز بتاعها من غير اي مشاكل والنهاردة كمان هنزل ملفات بيكي جي وهنسبت ملفات بيكي جي على الجهاز بتاع جهاز البلاستيشن فور سوفتوير 11 كل ده هنشرحه النهاردة النهاردة الخطوات او الملفات اللي احنا نستخدمها هتلاكوا لها في الكومنت المثبت زي من انتم عارفين هحبول كل التجرام وتنزلوها من التجرام ما تنساش الملفات في الكومنت المثبت بأكد عشان في ناس كتير قوي بتسأل طب يا سلم الخطوة اللي انت هتعملها النهاردة دي مهم ان احنا نعملها مهم ان انت تجرب بنفسك عادي مش مشكلة لازم تجرب وتشوف الدنيا وصلت وتفرح ان الجهاز بتاعك بقى عالية ديبك وتفرح ان الجهاز بتاعك خلاص فاضل على الحلوة تكة فاضل الجلدهن والجلدهن حرفيا ممكن ينزل وانا بتكلم دلوقتي لان خلاص هو كان خلاص كل حاجة جهزة ادام ملف البيلوت خلص معنى كده ان ملف البيلوت ده بيبقى متضامن مع الجلدهن الاتنين بيبقوا مع بعض في ملف واحد بتعرف ان انت من خلاله خلاص تفعل جلدهن على الجهاز فمبروك يا رجالة التعديلة بالفعل كانت كاملة من بدر ولكن اللي محتاجينه وقت والرتم سريع انا عارف ان انا كلمت في المقدمة كتير ولكن لازم اعمل المقدمة دي عشان تفهموا كل التفاصيل الرتم سريع رجالة ممكن خلال لحظات تلاقي جلدهن نازل ممكن خلال ايام بسيطة كل اللي في الموضوع حاجات بسيطة جدا وهتلاقي جلدهن شغال طب تعالوا بينا بقى نروح على جهاز الكمبيوتر يا رجالة مبدأيا احنا حاليا في التوقيت اللي احنا فيه محتاجين كابل لان عشان نفعل التعديل او نفعل الديبوك على جهاز البلاستيشن بتوصل كابل اللان مباشرة من جهاز البلاستيشن للكمبيوتر او اللابتوب بتاعك والنقطة التانية لازم يبقى عندك البيسون موجود على الجهاز الكمبيوتر بتاعك او اللابتوب هتنزل منين البيسون عشان رجالة بتقول لشرح لنا اسلام بالتفاصيل هشرح لكم بالتفاصيل يا رجال هتفتح المتصفح بتاعك علشان تنزل البيسون هتكتب في جوجل بايسون هيظهر لك بشكل او انا هسيب لك اللينك مباشرة بتاع البيسون هتنزله وتعمله من هنا وبعد كده هتعمله تثبيت هتصبت معك سهل جدا ما فيوش اي حاجة وبعد كده هتروح تفتح هتدوس ستارت مع الار هيفتح لك زي انت ما شايف كده عشان برضو نجرب مع بعض ادي الستارت سوياني ادي الستارت والار بيفتح لك الرن هتكتب فيها سي ام دي هيفتح لك السي ام دي او الكومند هتكتب فيها بايسون زي ما انت ما شايف كده ظهر معاك هو البيسون والاصدار بتاعها لو ما جاب لكش هنا وجاب لك ايرور معنى كده ان انت محتاج تروح تنزله من المتجر هتروح بقى في المتجر بتاع مايكروسوفت زي ما انت ما شايف هنا كده هتلاقي فيه كزا اصدار لبيسون انت محتاج الاصدار ده اللي هو تلاتة اتناشر هتدوس عليه وتعمل له تثبيت هيتثبت معاك وتدوس على اوبن كده خلاص تماما معلي ما فيش اي مشكلة زي انت ما شايف هنا هو لو دست هنا هنا بيقول لك جيت هتدوس على جيت دي بس تدوس عليها هنا في اللي هو تلاتة اتناشر كده تثبت معاك كده تمام تمام كده هتروح بقى تفتح الكومند تاني هتكتب بايسون تاني هيظهر لك بقى كده انت ثبت البيسون على الجهاز وتقدر بقى تستخدم الشرح من غير اي مشاكل بعد كده بقى اول خطوة هنعملها هنروح دلوقتي نفعل الديبوك على الجهاز وبعد ما نفعل الديبوك نروح نعمل بيلود على الجهاز هنفعل الديبوك ازاي رجالة هنشغل بس جهاز البليستيشن يا رجالة على الجهاز ما يفتح رجالة دي الملفات اللي انتوا هتستخدموها اول حاجة ده الديبوك ده الستيش الديبوك وبعد كده عندك هنا البرنامج اللي انتهت تبعث منه الملفات من الكمبيوتر لجهاز البلايستيشن وبشكر البرنامج ده من تصميمه وعندك هنا البيلود ده اللي احنا نستخدمه في الشرح اللي جاي بقى يعني الخطوة اللي هنخلصها دي بتاعة الديبو بعد كده البيلود ده اللي احنا هنبعثه من جهاز الكمبيوتر لجهاز البلايستيشن البيلود يا رجال زي ما قلتلكه في اول فيديو هقول تاني بكل بساطة ده بتعرف يعني في المستقبل اللي هو خلال ساعات او ايام بالكتير قوي ده اللي بتقدر من خلاله تربطه مع الجلدهن او جلدهن بيخش في الملف ويبقى هو ملف واحد بيلود مع الجلدهن اول ما تشغل اول ملف البيلود ده يشتغل الجلدهن يشتغل مباشرة على الجهاز بتاعك فكان من الخطوات المهمة ان انت اتفعل الديبوك يعني وبعد كده البيلود وبعد كده الجلدهن دي اخر خطوة هي دي اللي فضله وبعد كده كل حاجة تمام وخلاص الجلدهن تحت التطوير ويعني ايه خلاص كلها مسألة وقت ان شاء الله ويبقى موجود وبشكر طبعا لايتنج مود لان اغلبية الحاجات لولا لايتنج مود ده الفجرة يا رجالة لولا لايتنج مود الصراحة يعني حاجات كتير جدا ما كناش هنعرف من احنا نوصل لها فانا بشكره الصراحة سان محترم جدا خدوم جدا وبتأخرش عن اي حد في اي حاجة سان محترم جدا فبجد شكرا شكرا على كل اللي هو بيقدمه شكرا لكل اللي هو بينزله رجالة طب نيجي بقى نكمل بقية الشرح عندك هنا ايه البيلود قلنا والديبوك صح كده اول حاجة بقى هنجرب الديبوك رجالة زي انت ما شايف هنروح بقى ايه نشغل الجهاز ادي هنا شغلنا الجهاز وصلنا كده كابل اللان كابل اللان كابل النت العادي الاسر نت بتوصله في جهاز وفي الكمبيوتر مباشرة بعد كده هنروح نشغل البرنامج بتاعنا اللي هو البرنامج ده بتاع مودي دور فير هتفتح البرنامج بالشكل ده كده سيبه لحد ما يحمل مبدأين يا رجال عشان تشغل البرنامج ومعملش معك اي مشاكل تكون نقافل الانتي فيروس عشان اوقات بيعمل مشاكل مع الانتي فيروس شوية ولكن يعني هو معايا ما عملش اي مشاكل مع الانتي فيروس البرنامج جاء رجالة ده نجيبه هنا وبعد كده نيجي هنا نجيب الجهاز زي ما قلتلكو احنا كده موصلين كابل الان ما بين الكمبيوتر وما بين البيستيشن فور مباشرة تمام وتختار من هنا الاثر نت دي تأكد ان انت مختار ا�ر نت مش البلوتوز ولا اي حاجة اللي هو كابل الان مباشرة تختار من هنا صفت ورح داشر صفت اللي احنا هنبعت له الملف ونيجي هنا نرجع وراء عندك الملف اللي احنا قلنا هنبعت له اللي هو ملف الديبوك ده اللي هو الملف ده هتحطه هنا كده وبعد كده تروع على جهاز البلستيشن تدوس هنا رن وبعد كده تيجي هنا تخش في الشبكة في النتورك وبعد كده تخش في آآ يوز لان كابل كاستم لازم تعمل خطوات ده رجالة لازم تتأكد انت تبقى اعمل الخطوات دي بالظبط علشان معك مشاكل وبعد كده بي 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 او اي وبعد كده تكتبين اي وزر نمواتيك بص cinematواتيك وبعد كده اوتوماتيك وبعد كده اوتوماتيك وبعد كده دونوت يوز وبعد كده هيعمل تيست تقول له تست هتستنى تسيبه لحد بدأ يحمل بدأ يبعطي الملفات زي ما انت ما شايف قالك كان نوت كونيكشن وبعد كده قالك سيدينج دي بوك تمام كده كده تفعل على الجهاز بتاعك من غير اي مشاكل اوقات ممكن ما ما يجبهاش من اول مرة يعني هو دلوقتي جابها من اول مرة هتعمل كل اللي انت هتعمله هترجع واحدة باك ورا وبعد كده هتيجي تدوس هنا على مرة تانية وبعد كده هتنزل تحت تدوس على تست هيبدأ ان هو يحمل تاني مباشرة ان غير بتعمل كل الخطوات اللي انت عملتها طب تعالوا بينا نرجع بقى ورا كده نخش نشوف الديبوك موجودة ولا لأ زي ما انت ما شايف الديبوك موجودة لو دخلت في جيم هيجيب لك الارود عشان لسه اللي هين مش متفعل دخلت في باكت جي انستولر نحط هارد ونجرب نسبت ملف مع بعض زي ما انت ما شايف الملفات هنا قارت كل الملفات هنا قارت اهي اللي موجودة على الهارد ملفات البيكي جي تقدر ان انت تنزل بقى اي لعبة فيهم اي ملف لعبة مثلا يعني انا مثلا هسيب اللي هي نوج دي تنزل سيبها لحد ما تخلص زي انت ما شايف الملف بدأ ينزل عادي خالص ومن غير اي مشاكل بعد ما يتثبت هيظهر معاك برضو على جهاز البيلستشان فور ان اللعبة تثبتت على الجهاز وما فيش مشكلة تمام يا رجالة زي ما انت ما شايفين بيقول لك ريدي تيوز هترجع ورا زي زي انت ما شايف اللعبة نزلت زي انت ما شايف اللعبة نزلت انا عايز اقول لك لحظة انتو مستنينها بقالكو سنين تثبيت لعبة اتقول لي ما فيه افل عليها ولك الافل ده هيتشال اول ما الجولد هن يتثبت ابدأ نزل الالعاب ابدأ اعمل download للالعاب ابدأ سبت الالعاب واستنى تفعيل الهن فقط تفعيل الهن وهي مجرد لحظات شوف انت كنت بتفكر تلعب لعبة تين وابدأ نزلها دلوقتي ابدأ سبتها وشوفها قدامك عشان اول ما الجولد هن يشتغل ابدأ لعب اللعب على طول وتبقى لحظة تاريخية يا رجالة نازل مستنينها من سنين بقالها سنتين وسنتين ونص مستنين التعديل طب دي كانت اول طريقة ازاي نفعل الديبوك هنيجي بقى الثاني طريقة ازاي نعمل payload للجهاز لان ال payload من الحاجات المهمة جدا 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 طب دلوقتي احنا هنروح ندفي الجهاز خالص يا رجالة وبعدك هنشغلو عشان نعمل الخطوة بتاعة payload دلوقتي لازم فلاشة علشان نعمل ملف payload او تحط عليها ملف payload دلوقتي يا رجالة احنا حطينا الفلاشة دلوقتي هنروح ناخد بقى ملف payload من هنا الفلاشة لازم تكون متفرمطة على اي نظام format غير NTFS يعني فات من الثلاثين او اي اكس فات الاثنين هيشتغلوا معاك من غير اي مشاكل تاخد الملف payload وتروح تحطه على الفلاشة هنا زي انت مشايف وبعدكده ترجع تاني لنفس الفقدر اللي انت فيه وهتستخدم بقى الستيش تو دي غير التانية علشان لو استخدمت التانية مش هيعمل معاك ال payload هيعمل معاك ال debug ولكن مش هيعمل معاك ال payload الستيش تو دي دي هتشغل معاك ال payload مش ال debug دلوقتي احنا رح حطينا الملف هناخد الفلاشة نوصلها بقى في جهاز البلستيشن ودلوقتي نروح بقى رجالة الجهاز فتح معنا هنفتح الاداة اللي احنا كنا شغالين عليها اللي هي دي والمرة دي هنشيل بقى الملف ده نحط الملف ده ما كانوا تسحب بس الملف ده كده تحطه زي ما انتم شايف اتحط هو الملف ده من البيلو ده هون كده تمام تمام هتدس على run بعد كده هتروح هنا على جهاز البلستيشن ونروح بقى للشبكة المرة دي بقى مش مضطرين نروح ندخل كل الحاجات اللي احنا دخلناها المرة اللي فات لان احنا كنا مدخلين الاعادات بتاعة الشبكة هتدوس على تست مباشرة اول ما تدوس على تست هيبدأ يحمل معاك ويبدأ ان هو ياخد الملفات الخاصة بالنواة بتاعة الجهاز زي ما انت ما شايف تستنى بعد حد ما يخلص يقول لنا بيلود ضن زي ما انت ما شايف قال كان نوت كونيكت زي ما انت ما شايف وبعد كده قال لك بيلود ساكسسوري وبعد كده قال لك بيلود run ضن البيلود اشتغل كده على الجهاز كلمة اللي انتم شايفينها دي هتبقى الجلد هن المرة القادمة ان شاء الله خلاص كده يا رجالة فاضل على الحلو تكة زي ما بيقولوا اخر تكة واخر خطوة هي الخطوة اللي جاية ان شاء الله مبروك يا رجالة حقك تفرح حقك تنزل الالعاب حقك تثبت الالعاب وتشوفها قدامك علشان اول ما تفعل الجلد هن تلعب اللعبة مباشرة ابدأ نزل الالعاب على الجهاز بتاعك ان شاء الله هتلاقوا كل الاخبار الجديدة هتلاقوا كل حاجة جديدة هتنزل الاول بأول هتبقى معاكو كل الحاجة تأكد تكون عامل سبسكرايب تكون مفعل الجرد علشان مفيش اي فيديو انازله يعدي وما تشوفوش هيفرق معاك جدا على فكرة تبقى واحد دين العتاولة تعرف اي حاجة وكل حاجة عن اجهزة الكونسول بس كده بس كده احنا دلوقتي على فكرة ساعة خمسة الفجر فاتوقع كده كفاية كفاية نقوم نصل للفجر والفيديو ده ان شاء الله ينزل لكم بقى بكرة الصبح طبعا انتم مش سمعين بس نبقى لكم كل بداية عشان تعرفوه وكالعادة اشوفك الفيديو الجاي سلام